بعد ما خلصنا من الضم المكاني بننتقل على أدالي بعدها اللي في عنا الميرج واليونيون الاتحاد والدمج وشو الفرق بناتهم وروحنا على الارت جي اس برو بدا قوم برسم مهلم جديد عندنا معلم بهذا الشكل وعندنا معلم من طبقة المباني وقوم برسم معلم آخر بهذا الشكل واجعل فيه تداخل بناتهم وبعد ما قمت برسم معلمين من طبقات المختلفات اول طبقة اللي هي طبقة اسمها تليب والطبقة الثانية اسمها بلدنج كل معلم من طبقة ثانية بدأ قوم باتحاد هدول المعلمين في طبقة واحدة برو على صندوق المعالج الجغرافية وعلى مجموعة أدوات التراقب في عنا اليونيون او الاتحاد نختار الاتحاد عشان نعرف شو الفرق بينها وبين الدمج كنت بعمل سيف لعملية التحرير اللي هي الانشاء معالم طبعا في نقطة جديدة انه اي معلم انا بقوم باختياره بتم تطبيق عملية الاداء على المعالم المحددة فقط فانا بتقوم بعملية الاتحاد فقط على هدول المعلمين بدون استخدام باقي المباني بدون استخدام هاي الطبقة الكبيرة طبقة القطع انا فقط بتقوم باستخدام الاداء على معلمين فقط فقبل استخدام الاداء بقوم بعمل تحديد للمراد تحليل الاتحاد عليهم بعد ما قمنا بتحديدهم بقوم باضافة اسماء الطبقة الخاصة فيهم اللي هي البلدنج واللكلب طبعا الاشعار الازرق بيحكي لي انه انت عامل تحديد فلو كنت بلغاء التحديد هيك احنا راحة الاشعارة بقوم برجاع التحديد تعاود ترجع الاشعارة كمان مرة لكن انا معنا اقوم بعملية تحديد قبل اجراء هاي العملية تحليل هاي الاداء طبعا المخرج اسمه ومصار الاخراج طبعا في طبقة القطع ما في عنا ولا اي حقل موجود عنا فقط حقل المساحة والمحيط بقدر انا اضيف حقل جديد بنسميه بهذا الاسم وبهاي القيمة 99 ومنعمل سيف والخيار الموجود عندنا هون خاص بالفراغات اذا شلت هذا الخيار وعملية الاتحاد بنتج عنها غاب بين المعلمين راح يتم عمل غاب لكن اذا رجعت هذا الخيار في عندي غاب بين الطبقتين راح يتم الغاء هذا الفراغ او هذا الغاب الافضل ترك هذا الخيار موجود اللي هو السماح بالفراغات نضغط على رن بنشاهد النتيجة اولا بنشاهد كم من معلم ظهر عندنا تربيوت تابل ظهر عندنا ثلاث معالم مع انه في موجود عندنا معلمين مش تلاقي لكن منطقة التداخل تم اخراجها كمعلم جديد ولو قمت لعملية التحديد انها هي اول معلم وهي تاني معلم والمعلم المتداخل تم انشاؤه بناءا على التداخل بين هذول المعالم كنت تحديد هذا المعلم نشاهد هون فعل عملية التداخل التداخل ظهرت كفية شر جديد اما بالنسبة للبيانات اللي ظهرت نعمل بيانات المباني هيها موجودة في هاي المنطقة طبعا لانه هذا البناء اللي انا كنت ادخاله في عملية الاتحاد طبعا هذا البناء ما في ولا اي بيانات فقط عنا رقم تمانية وننشاهد الرقم تمانية موجود عنا في هذا المعلم رقم تمانية والمعلم المتقاطع ايضا موجود لبيانات نفس الاشي عنا الطبقة اللي اسمها تليب تم ادخال تسعة وتسعين موجودة في المنطقة المتداخلة في المنطقة اللي تم رسمها في المنطقة هون عنا هاي المنطقة فتم حفظ البيانات طبعا هذا بالنسبة للأداة اللي اسمها اتحاد اما الأداة ميرج راح يتم حفظ الحدود كما هي عنا هذا المعلم من طبقه وهذا المعلم من طبقه ثاني ما نكون بتحديدهم ونروح على الجيو بروسسسينج ونروح على صندوق خاص في الداة منجمنتول ونروح على منروح على هاي مجموعة الادوات موجود عنا اداة اسمها ميرج بكون بادخال المدخلات المطلوبة واللي تم عملهم تحديد ومن ثم نضغط على رام بنشاهد النتيجة بنكون بفتح الاتريبيوت الخاص في في الطبقة الجديدة بالمخرج من اداة الميرج بنشاهد عنا فقط معلمين لكن في طبقة الاتحاد موجود ثلاث معالم تم انشاء معلم جديد وهو المتداخل لكن اذا كنت بتحديد المخرجات بنلاحظ انه تداخل تم موجود وهذا الفرق بين اليونيون والمرج اليونيون بتم التخلص من التداخل بنشاء معلم جديد اما الميرج بتم بتم دمج البيانات كما هي اما بخصوص الميرج الموجودة في تبويبة الايدت لو رحت على التاب الخاص بالتحريض ومن ثم اختيار الامر ميرج بقوم بتحديد المعالم وكنت بتحديدهم بظهر عندي البيانات الوصفية للمعلمين بعد دمجهم من وين يتم اخذ هذول البيانات انا طبعا هون عدد الطوابق صفر هون عدد الطوابق ثمانية انا بتتم اخذ بيانات الوصفية من هذا المعلم الموجود عندنا في هاي المنطقة بعد تحديده بضغط على ميرج نلاحظ الامر ميرج تم دمج المعلمين لو رحنا على الاتريبيوت لنشاهد انه تم اخذ بيانات المعلم اللي فيه عدد الطوابق ثمانية هذا الفرق بين الميرج كامير والميرج كأداء اما الاداة الخاصة بالاذابة الديسولف كيف نقدر احنا نستخدمها عندنا طبقة قطع الاراضي لو رحنا على الاتريبيوت الخاص فيهم موجود عندنا حقل اسمه كود الحي بتكرر فيه عدة قيم يعني لو رحنا باختيار الحي الشمالي فمن شاهد جميع القطع الاراضي الموجودة في الحي الشمالي مخدين هذا الكود والموجودين في الحي الجنوبي مخدين هذا الكود فانا بقدر استخدم اداة الديسولف او الاذابة من خلال الجيو بروسسنج من روح لهاي مجموعة الادوات الخاصة بالتنعيم من اختار ديسولف بكون باختيار طبقة قطع الاراضي ومن ثم المخرج ومساري الحفظ وضروري ان اقوم باختيار الحقل اللي بتستخدم فيها العملية او هاي الاداة وهو كود الاحياء بقدر اقوم بانشاء قطع متعددة منخلي هذا الخيار موجود ومنشيل الخيار عن تقطيع الخطوط نجرب هاي الاداة بهاي الاعدادات بترككم المجال تجربوا اعدادات تانية نضغط على رن ومنشاهد النتيجة وراح يظهر عندنا فقط اربع معالم لو رحنا على الطبقة المخرجة بكون بتغيير السيمبوليج الخاص فيها نكون بفتح الاتريبيو تابل بنشاهد فقط اربع معالم هاي المعلم الاول وهي المعلم الثاني وهي الثالث وهي الرابع كل مجموعة قطع بشتركه بحق المعين بتم دمجهم في قطعة واحدة هذا المقصود بالاداة الاذابة او دي سولف اما الاداة الخاصة بالاريز او المحو انا عندي طبقة قطع الاراضي كنت بتحديد هاي القطعة لكن في المنطقة الفراغ هون ما في عنا قطعة ارض لكن في عنا قطعة الاراضي قطعة الاراضي قطعة الاراضي قطعة الاراضي قطعة الاراضي یعنى طبقة الحاي بده اشيل منها طبقة قطعة الاراضي هنا اسم المخرج مع مصاري الحفاظ ومندغط على run منشاهد النتيجة نكون باقفاء او بتعطيل طبقة الاراضي وطبقة الاحياء ننشاهد المعالم الجديد اللي تطلع من هاي الاداة شكلهم مثل شكل الطرق من نوع مضلة أكون بفتح الأترابي التاب الخاص بالطبقة المخرجة طبعا الحقول الموجودة بتكون الحقول الموجودة من طبقة الأحياء اللي هم الانبوت فيتشار يعني لو رجعنا على الأداة في عنا الانبوت فيتشار بتم حفظ الحقول جميعها هذا بالنسبة للأداة إريز